أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد على ما وصلت إليه العلاقات البحرينية الأميركية من مستويات متقدمة مستندة إلى ما يجمعهما من شركات استراتيجية وتعاون وثيق في مختلف المجالات وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات على مختلف الأصعدة بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله في قصر رفاع اليوم الجنرال متقاعد جون أبي زيد رئيس مجلس محافظي معهد الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية حيث أشار سموه إلى أدوار المعاهد الفكرية والبحثية ومقرجاتها من أبحاث ودراسات على المستويات المختلفة والتي تسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين الدول وخلال اللقاء تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي هذا الصدد أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي للولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز أمن المنطقة مشيرا إلى حرص مملكة البحرين الدائم للإسهام الفاعل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الشقيقة والصديقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلام فيها من جانبه عرب رئيس مجلس محافظي معهد الشرق الأوسط عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام دائم بتعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية منوها بحرص سموه واهتمامه الدائم بالدراسات والبحوث التي تقوم بها المعاهد والمراكز البحثية ودعمه لمختلف الجهود التي تصب في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا